بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله أهلاً ومرحباً بكم في المحاضرة الخامسة من مادة قانون العمل التي نتحدث فيها بمشاهدة الله تعالى عن نظام التأمينات الاجتماعية محاضرة اليوم بمشاهدة الله نتكلم فيها عن نظام التأمينات الاجتماعية وأول شيء عندنا في محاضرة اليوم هو التعريف بنظام التأمينات الاجتماعية وخصائص هذا النظام تعريف التأمينات الاجتماعية الجميع يعلم أن الأفراد يواجهون الكثير من الأخطار في حياتهم اليومية إلا أن التأمينات الاجتماعية لا تواجه كل هذه الأخطار وإنما تواجه فقط نوعاً واحداً يسمى بالخطر الاجتماعي الخطر الاجتماعي يقصد به بصفة عامة هو عبارة عن الحادثة المحتملة التي لا تتوقف أو لا يتوقف تحققها على إرادة أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية الحادثة قد تكون صارة وقد تكون غير صارة قد تكون غير صارة كالموت أو الحريق أو الصرقة التي تصيب المؤمن له ولكن إذا نظرنا إلى لفظ الخطر فإنه يمكن أن يطلق على بعض الحوادث الصارة كاستمرار حياة المؤمن عليه أو ميلاد الطفل ومن كل ذلك يمكننا أن نعرف التأمينات الاجتماعية من خلال الوسائل المستعملة والأهداف من التأمينات الاجتماعية بأنها عبارة عن مجموعة الوسائل الفنية الخاصة التي يكون هدفها هو مواجهة المخاطر الاجتماعية التي يعطيها المجتمع اهتماماً خاصاً في سبيل حماية الأفراد ضد المخاطر الاجتماعية الواردة في اتفاقية العمل الدولية رقمية واثنين إذا من كل ذلك يمكننا أن نبين أو نضع تعريفاً مختصراً للتأمينات الاجتماعية بأنه مجموعة وسائل تهدف إلى مواجهة بعض المخاطر الاجتماعية التي قد تلحق بالفرد ثم بعد ذلك ننتقل إلى خصائص التأمينات الاجتماعية نظام التأمينات الاجتماعية يتسم بمجموعة من الخصائص أول هذه الخصائص وهو أن هذا النظام نظام إجباري التأمينات الاجتماعية نظام إجباري وذلك لأنه لا يتوقف الخضوع للتأمينات الاجتماعية أو الاستفادة منه على إرادة صاحب العمل أو على إرادة العامل بل يكون متوقفاً على قواعد النظام وفي هذا الشأن نصت المادة الأولى من نظام التأمينات الاجتماعية أن هذا النظام يتضمن فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات أيضاً يترتب على إهمال صاحب العمل في تسجيل عماله أو سداد الاشتراكات أو سداد الاشتراكات أن ذلك لا يحول بينه وبين اقتضاء الحقوق المقررة له ويمكن للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ترجع على صاحب العمل بمستحقاتها وفرض الغرامات اللازمة عليه بسبب ذلك أيضاً من خصائص التأمينات الاجتماعية إشراف الدولة على تطبيق التأمينات الاجتماعية تعتبر أو من بين السمات المميزة للتأمينات الاجتماعية أن الدولة تقوم بالإشراف على تطبيقه وذلك عن طريق أحد الأجهزة العامة وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق الأحكام المنصوص عليها وفقاً للنظام ومن أجل ذلك تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأثار التي تترتب على منح الشخصية الاعتبارية أيضاً من خصائص نظام التأمينات الاجتماعية هو إزهام الدولة في تمويل التأمينات الاجتماعية حتى وإن كان اشتراف أصحاب العمل والعمال يعدهم المورد الرئيسي لتمويل التأمينات الاجتماعية إلا أن ذلك لا يمنع من أن مساهمة الدولة عن طريق رصد مبالغ مالية لمصلحة التأمينات الاجتماعية يعتبر من قبيل إسهام الدولة في تمويل التأمينات الاجتماعية أيضاً من خصائص نظام التأمينات الاجتماعية مرونة تطبيق النظام السعودي مما يدل على هذه المرونة أن نظام التأمينات الاجتماعية ذكر الأحكام الرئيسية ثم ترك الأحكام التفصيلية لللواحة التنفيذية والقرارات الوزارية ده أمتقل بعد ذلك إلى نطاق نظام التأمينات الاجتماعية وشروطه والاستثناءات عليه أول شيء نطاق تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية وده مصت عليه المادة الرابعة من نظام التأمينات الاجتماعية مصت على أن نظام التأمينات الاجتماعية بيتم تطبيقه أو بيطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال سواء كانوا سعوديين أو أجانب دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن أما بالنسبة لفرع المعاشات فيطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين إذن فرع الأخطار المهنية بيطبق على الجميع سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين أما بالنسبة لفرع المعاشات فلا يطبق إلا على السعوديين وفي تطبيقه على السعوديين لا يكون هناك فرق في السن دون أي تمييز في الجنس لكن بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين بمعنى أن لا يصل العامل إلى سن الستين عند بداية تطبيق هذا النظام عليه طيب إذا كان العامل من من سبق معاملتهم بنظام التأمينات ثم عاد إلى العمل وهذا العمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو في أكثر من سن الستين ففي هذه الحالة يعامل وفقا لما يلي إذا كان هذا الشخص قد استحق معاشا عن مدة اشتراكه السابقة ففي هذه الحالة يخير بين أن يعفى من مدة الاشتراك عن عمله الجديد أو أن يستأنف اشتراكه في النظام لكن بشرط أن يكون سنه أقل من خمسة وستين عام أما إذا بلغ هذا السن في تاريخ العودة إلى العمل ففي هذه الحالة لا يخضع لنظام المعاشات عن مدة عمله اللاحقة وفي حالة ما إذا كان الشخص من غير زي معاش ففي هذه الحالة يطبق عليه النظام مهما كان سنه في تاريخ عوداته إلى العمل ننتقل بعد ذلك إلى شروط تطبيق نظام التأمينات بشترط لتطبيق النظام أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل سواء كان صاحب عمل واحدا أو أكثر من صاحب عمل مهما كانت مدة العقد أو مهما كانت طبيعة العقد أو شكل العقد مهما كان مبلغ الأجر اللي بيتم دفعه إلى العامل في مقابل قيامه بالعمل أيضا أن يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة وأن يكون العامل سعوديا أو في حالة ما إذا كان العمل خارج المملكة العربية السعودية فيشترط أن يكون العامل سعودي ولصاحب العمل مقار رئيسي داخل المملكة مقار رئيسي داخل المملكة لكن في استثناءات من تطبيق هذا النظام بيستثنى من نظام التأمينات المنصوص عليه موظف الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة الذين يتمتعون بنظام معاشات التقاعد الخاصة التي تكون خاصة بموظف الدولة المدنيين والعسكرين أيضا بيستثنى من تطبيق نظام التأمينات الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية لأن هؤلاء الأشخاص يكونون أو يكونوا خاضعين لنظام التأمينات في بلادهم أيضا العمال الذين يعملون في أعمال الزراعة أو الرعي ولكن هؤلاء العمال لا يتبعهم أو يستثنى منهم العمال الذين يعملون في الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة أو المؤسسات الخاصة التي تتوافر لديها المعايير والضوابط الخاصة أو التي تحددها الأنظمة واللواح أيضا بيستثنى من تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية خدم المنازل والبحارة بمن فيهم الصيادون البحريون إلا أن البحارة والصيادون لا يشمل من هم يقومون بالعمل أو من هم خاضعون لقانون العمل أو نظام العمل والعمال أو العاملين في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد أيضا مما يستثنى من تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية العمال الأجانب الذين يقومون يقدمون إلى المملكة أو يدخلون المملكة من أجل إنجاز أعمال لا يستغرق مدتها أو لا تستغرق مدتها ثلاثة أشهر أيضا من ما يستثنى من تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية عمال الاستصناع وهم الأشخاص الذين يقومون بالعمل في منازلهم وأيضا بيستثنى من تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية أفراد أسرة صاحب العمل إذا كانوا يعملون في منشأة عائلية لا يعمل فيها إلا هم لا يعمل فيها إلا هم ننتقل بعد ذلك إلى التنظيم الإداري لنظام التأمينات الاجتماعية والمؤسسة أو تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإدارة التأمينات الاجتماعية في المملكة ومقر هذه المؤسسة هو مدينة الرياض وتشمل مكاتب رئيسية في كل منطقة من مناطق المملكة وبجانب ذلك هناك مكاتب فرعية يتم إنشاءها بأمر من مجلس الإدارة على حسب الحاجة إليها وفي مقابل أو حتى تتمكن المؤسسة من القيام بأعمالها فإنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالتالي يكون لها استقلال مالي ولها زمة مالية مستقلة وبحيث يمكن لها قبول الهبات والوصايا ولها الحق في التقاضي والتعاقد واكتساب الحقوق وتكون الدولة ضامنة لهذه الشخصية الاعتبارية وتكون بالشراف عليها بواسطة وزير المالية بعد ذلك ننتقل إلى الموارد والتنظيم المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أول شيء الموارد موارد المؤسسة بتتكون من اشتراقات أصحاب العمل والعمال وأيضاً الاشتراقات التي تؤدى وفقاً لأحكام المادة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين من نظام التأمينات الاجتماعية أيضاً إعانات الدولة التي يتم إقرارها في الميزانية العامة عند الحاجة إليها أيضاً المبالغ الإضافية التي تم النص عليها في الفقرة الخامسة من المادة التسعة عشر وذلك في حالات التأخير في دفع الاشتراقات وأيضاً العوائد التي تنتج من استثمار أموال المؤسسة في حالة استثمار أموالها فتعتبر العوائد التي تعود من هذا الاستثمار من ضمن الموارد أيضاً الهبات والوصايا التي يتم التبرع بها أو التي يتم التوصية بها أيضاً هناك بعض الموارد الأخرى التي يتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لنصوص العنظمة أو ما تقضي به اللوائح التنظيم المالي نظام التأمينات الاجتماعية بيقوم على مبدأ وحدة الإرادة المالية وده بيكون عن طريق إسناد إدارة فروع التأمين المختلفة إلى إدارة واحدة الإدارة دي هي إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي نفس الوقت وحتى يتم أو حتى يكون هناك التوافق مع الأصول المحاسبية يتم جعل حساب خاص لكل فرع من فروع التأمين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات ويتولى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحديد مصيب كل فرع من هؤلاء أو من هذين الفرعين وتحديد نفقات وتحديد أو توزيع الموارد على مختلف هذه الفروق بكده نكون انتهينا من محاضرة اليوم نشكر لكم حسن الاستماع ونترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته